حققت وتمثل الجماعات التكنولوجية رافداً حديثاً ومهماً في مسارات التعليم العالي تستهدف الدولة تأهيل الخارجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدرجة جيداً والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعية استجابة لمتطلبات العصر وسوق العمل وتماشياً مع التطور التكنولوجي الهائل يأتي اهتمام الدولة المصرية بإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة كمصار تعليمي جديد للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفنية وتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل الدولة أنشأت بالفعل ثلاث جامعات تكنولوجية جديدة وبدأت الدراسة في سبع جامعات تكنولوجية خلال العام الجامعي 2022-2023 الجابعة التكنولوجية الجديدة تم تزويدها بالمعامل وورش العمل المجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتقديم طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتمثل الجامعات التكنولوجية رافداً حديثاً ومهماً في مصارات التعليم العالي حيث تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي ويعكس الإقبال الكبير الذي تشهده الجامعات التكنولوجية الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات وثقة الطلاب وأولياء الأمور فيها نظراً لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة والاهتمام بالتدريبات العملية وذلك لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل وعقدت الجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية لتدريب الطلاب عملياً والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية لديها حيث يتم تدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعات وذلك بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي